الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ نعمل دايرة على دايرة باور سابلاي وحط مصدر الجهد متين وعشرين فولت طبعا عشان هحوله من متين وعشرين لخمسة فولت دي سي هحول من اي سي لدي سي طبعا ده متين وعشرين فولت زي ما وخمسين هرتز التردد. بعد كده هجيب اربعة ضايد طبعا من بالشكل ده. وهبدأ اخلهم يبصوا الفوق. الاربعة ضايد يبصوا الفوق. طبعا ده طبق اللي التوصيلة بتاعة اللي هي بتحول لي بتعمل دايرة توحيد. بعد كده هابدأ اجيب مكونات اللي هو المكسف ميت مايكرو فراد. وابدأ بعد كده اجيب من اللي هيعمل لتوحيد للدائرة او هتطلع لده خارج خيمته خمسة فولت منظم للجهد بيعمل متين وعشرين هتطلع لخمسة. بعد كده هابدأ اجيب باية المكونات المكسف اللي هو ميت مايكرو. طبعا مكسف ده ليه كطبية ليه مجب وليه سالب. وبعد كده آآ مقاومة واحد كيلو. والاود بوت بتاعي هاخده على لد. كل اللي هعمله هبدأ اوصل الدايرة زي ما احنا شايفين. الشكل ده. اوصل كله مع بعض. طبعا ليه تلات اطراف لدخل وخارج وليه ارضي. واصل ارضي تحت والخرج مع الخارج والدخل مع دخل الايه? الدايرة. طبعا اوصل الدايوضات بالشكل ده. وهبدأ اوصل الجهد بتاعي اللي هو الميتين وعشرين فولت. اي سي. خلالك ده جهد اي سي. توصله بالايه? بالشكل ده. تمام? وهبدأ اشغل الدايرة ونشوف احنا مدخلين الميتين وعشرين. هل الخارج خمسة ولا لأ? هبدأ اجيب درجة هالملتيمتر. هوصل درجة هالملتيمتر على الخارج بتاعي اللي هو المقاومة والايه? واللد. ونشوف الجهد هيبقى كامل. نبدأ نشغل الدايرة. هدى الدخل امتين وعشرين. الخارج خمسة فولت. لو عملنا زوم كده اهو. الخارج خمسة فولت. وهنا الدخل كام? متين وعشرين. خلاب لك الدخل اي سي? الخارج دي سي. طبعا احنا عارفين الفرق بين الاي سي والدي سي. دي دايرة باور سابلاي ايه? بسيطة. بالشكل. هبدأ اسايف البرنامج بتاعي. هدى له اي اسم. وليكن بي سي في. تمام? وهسايفه في مكانة باعرفه او حفظه. طبعا الانتداب بتاعه ال في دابريو. عملت له سيف وبعد كده هبدأ اشغل برنامج البي سي بي واذرد. شغله. كل اللي هعمله ده انا هفتح المكان اللي انا مسايف فيه من. نروح اجيب الفايل اللي انا سيفته. طبعا لازم اظهر كل الملفات فاقول له اول فايلز. بعد كده هختار الملف اللي انا ايه? عملته. اللي هو ده اقول له. هيفتح للدائرة اللي انا ايه? اللي انا عملتها. بعد كده عشان احولها للبي سي بي خش على ومن وبعد كده هقول له ياس ياس ياس. هيبدأ يحاول الدائرة بالشكل ده. دائرة عملية. دائرة عملية ايه? عملها على ايه? على بوردة بي سي بي. تمام? طبعا في عندي كزا عندي دي هيت باللي اوت بتاعها. والمنظر من فوق ومن تحت. ده ال 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 استخدم بردة عليها ايه? مادة حساسة. ده اللي اوت بتاعنا اوت. اللي اوت بتاعنا المفروض ان هاخده دلوقتي احطه على اه ورقة او على طبعا في اخيب لك في نقط هنا ممكن تبقى ايه عاملة شورت فدي هتخلي بالي من يعني مثلا زي النقط دي ودي طبعا المفروض قبل ما بشتغل بعملها ايه بالتراك ايه بالتراك قطر لازم اشيك على الدايرة قبل ما اشتغل يعني الوقتي بشوف الدايرة العملية وبشوف اماكن المكونات. وابدأ ابص على الاماكن اللي فيها ايه? اه الهولز قريبة من بعض عشان اخلي بالي بعد ما اعمل اللي ايه قاود ان انا ايه? اه افصل الحاجات دي بالايه? بالتراكات. يعني بشيك على كل نقطتين. كل نقطتين قريبين من بعض او لازم في بعض. بابدأ ان انا اعمل ايه? بافصل ما بينهم بالتراك. زي النقطتين دول كده. وزي دول. وزي دول. الباقي تمام. بل عندي تلات نقط بس هم اللي عوزين يتشيك ايه? يتشيك عليهم. دول بعد ما بخلص خالص بعد ما بطبع كمان وبابدأ ايه? اه افصلهم باتراكتها. طبعا انا بزبط بس البوردة عشان اخد او كابي منها وحطها على ورقة آآ وورد والشكل ده اعمل طبعا هتطلع لفضية لان انا ما عملتش على ما خدش اتراكات ذات نفسها انا خدت اللي برده. ارجع تاني واخد اتراكس ذات نفسها ادوس عليها كده. ايوة احددها من برا. من برا كلها كده. واخد بقى من جوة كابي ذات نفسها. وابدأ ايه? اعمل بيست. انا اطباحها كزا مرة بحيس ان انا ايه? ابدأ ايه اشتغل. دي النقطة يا جماعة اللي اتكلمنا عنها اللي هي محتاجة ان هي تتعمل بالتراكس. شكرا جزيلا لكم.